نتحدث أكثر عن هذا الموضوع معي عبر الأقمار الصناعية من بغداد دكتور اللواء الركن عماد علو الخبيث في شؤون العسكرية والاستراتيجية مساء الخير أهلا بك معنا دكتور إذن الحصار حصار روا هذه المرحلة التي دخلنا فيها اليوم نتحدث عن لحظة الاقتحام هذا ما ننتظره عسكرياً ما الذي يحدد هذه اللحظة بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمشاهديكم الكرام بالحقيقة الذي يحدد لحظة اقتحام راوة هو وجود المدنيين في داخل المدينة يتخذهم داعش كدروع بشرية وتحاول القوات المسلحة العراقية وضع ممرات آمنة وتنظيم ممرات آمنة لخروج المدنيين واقتحام المدينة أتصور أنه سيكون على عاتق جهاز مكافحة الأرهاب الذي له خبرة كبيرة في عمليات قتالات المدن وكيفية التعامل مع وجود مدنيين داخل مدينة تجري فيها اشتباكات ضد عناصر داعش الأرهابي كما حصل في السابق في نينوا وغيرها والتلعفر وغيرها من المدن التي تم تحريرها لذلك اليوم ننتظر هذه الإجراءات وهناك عمليات مراقبة ورصد لتحركات عناصر داعش وعمليات استهداف بالقوة الجوية وطيران الجيش لمقرات عناصر داعش داخل مدينة راوة حتى تستنزف قدراتهم التسليحية وبالتالي يتاح فرصة للمدنيين للخروج من هذه المدينة ويتم اقتحامها وتحريرها كم عدد المقرات التي رصد حتى الآن وكم عدد الأفراد المتواجدين بالداخل حتى لو كانت تقريبية براوة يعني لا نستطيع تحديد عدد معين لكن المعلومات التي كانت متيسرة أن أعداد تنظيم داعش الأرهابي في المنطقة من راوة إلى القائم كان يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 عنصر وبعد تحرير راوة والرمانة هذا العدد هو ممتد ومتوزع على هذه المناطق يعني لا يتجاوز العدد أكثر من 400 إلى 500 عنصر الآن في داخل راوة ومن السهولة التعامل معهم ومعالجتهم يبدو من المؤشرات أن داعش يركز جهوده ويضع أنظاره على المكمال والمناطق الأخرى التي تقع شمال نهر الفرات باتجاه منطقة البادية الجزيرة لذلك هو نظراً لظروف الجغرافية والطبيعة الجغرافية لمدينة راوة لم يترك بها أعداد كبيرة داخل المدينة لأنها هي محاطة من ثلاث جهات بنهر الفرات وتم اعتبارها ساقطة عسكرياً بعد أن سيطرت القوات المسلحة العراقية على تقاطع راوة باتجاه الرمانة ومن ثم وصولاً إلى القائم لذلك اليوم هي محاصرة من الجنوب والشرق وأيضاً بعد تحرير الرمانة محاصرة من الغرب فعملة اقتحامها هي مسألة وقت لا أكثر وكأنه مضمون ومن دون وقت طويل استعادتها بسبب طبيعة جغرافية التي تخف لصالح القوات العراقية بعد القيام بالحصار والدعم الجوي طبعاً وبأنه أصلاً هي ساقطة عسكرياً من قبل ولكن مع هذا هل ممكن أن نتوقع أي مفاجآت في المعركة من قبل داعش خاصة بأنه نتحدث عن آخر معاقله غرب الأنبار يعني لا أتوقع أنه بالنسبة للعمليات العسكرية في الجانب العراقي أن تكون هناك مفاجآت بالنظر لطبيعة الخطط المرنة الموضوعة من قبل قيادة العمليات المشتركة وحجم القوات المشاركة في عمليات التحرير لدينا مثلاً في الرمانة شاركت فرقتين فرقة مشات وفرقة مشات آلي إضافة إلى الحجد العشائري واليوم من الممكن جهاز مكافعة الأرهاب حسب التقارير المتيسر لدينا والمعلومات سيشارك أيضاً في عملية تحرير راوة فكل الأمور مسيطر عليها وهناك رصد ومراقبة مستمرة على مدار الساعة لأي تحركات لعناصر داعش لا سيماً أنه تم تطهير المنطقة جنوب نهر الفرات باتجاه الرطبة وصولاً إلى حدود الإدارية لمحافظة كربلا وهي منطقة كبيرة جداً تم تطهيرها من قبل عناصر داعش الذين كانوا متواجدين في هذه المنطقة وبالتالي احتمال وجود عناصر داعش وانحصرها في مناطق باتجاه بادية الجزيرة فقط هذه المناطق الشاسعة ويتم معالجتهم من قبل طيران القوة الجوية العراقية وطيران التحالف أيضاً وطيران الجيش العراقي وهذا على مدار الساعة هناك مراقبة وهناك متابعة لأي تحركات فلا أتوقع أن تكون هناك مفاجآت ونحن نتابع معكم كل هذه التطورات تسير حسب الخطط الموضوعة نعم شكراً لك من بغداد عبر الأقمار سنعية دكتور لواء الركن عماد علو الخبير في شؤون العسكرية والستراتيجية نعم شكراً لكم